أنا الآن سأقترح، ممكن أن أقترح للصبح المقترحات، ولكن تقترح واحد ولا أقترحين صدقني، وسأقول هذا يمكن لأول مرة أنا أطلب هذا الدرس مع الخطبة أن يشير، عمري ما قلت شير وكذا لأنني شعرت بخطورة الموضوع، وقدش فعلاً موضوع خطير وغير طبيعي وكثير أولو ضحايا أي واحد يتبرئ ذمته لازم يشير مثل هذه المواجه اللي بتفضح هؤلاء اللي هم الله أعلم بحرقتهم، ليس سنقول دجالين، الله أعلم لأنني مكملتش قصة المعالج العربي هذي حرام ويبدو كان عنده خلفية دينية، هو يحدث عن نفسي قال أنا كنت مخدوة، أنا كنت مخدوة تماماً مثل الدكتور، وكان دكتور هو في عمل العقيدة وأعتقد لليوم اسمه علي العمري يمكن نسبه سيد عمر الخطاب هذا كان يأتيه الناس من كل بلاد الخليج ومن كل أنحاء المملكة قال لك حين عشان تصل له بدك ثلاثة أشهر بالمئات الناس عنده مسكية، يروح من الجامعة بس يعالج من الجن، الممسوسين، الملبوسين طلع 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 هذا كله يستفيد ويظهروا بصير طبيعي ومسدق حاله قال إلى أن لفتني أحد الناس قال يا دكتور هذا الكلام قد يكون كل دجر وكذا وقد تكون حالات نفسية وعصبية، هذا طب نفسي قال له في أخي الجن والجن قال له يا دكتور قالوا أعطاني كتابة مرجعياً في الطب النفسي وقالت عن بعض الأمراض هذك قال حصل لي نوع من الشك ذكي، دكتور هو أكاديم ما شاء الله عليه ذكي، ما هو عمل يا حرام؟ جرب، جرب على نفسه قال جاءتني حالة نفس الشيء قلت له بعون الله سأطلع لك الآن الرقية في سري، وبإذن الله ينطق الجن ويخرج كل شيء قال وعوضاً أقرأ القرآن الكريم أمباً؟ جعلت Exactly أرتل في سري وهمهم، بكلمات شعرية لمرأة القايص لامتنبي قال نفس الشيء تطاق الجن أمبسل www أمبسلتك العلاج. لن أتكلم في الموضوع. هذا أكثر من هيك. لكن هذه تجربة مهمة جدا جدا. أعتقد أن حي لليوم. بارك الله في عمره. وكثر الله من أمثلا عنده صدقية وصادق. وقال لهم يا جماعة. بفضل الله. عمر لم يكن أخذ فلوس ما شاء الله عليه. لم يكن أخذ فلوس كمانا. وأكاديمي. ما سوى كان مخدوعا. عمر لم يكن مخادئا. بارك الله فيه. ولما اكتشف أنه مخدوع. والناس كلها مخدوعة بمخدوعيته. قال لك نقطة أول سطر. هذا كل كلمة فارغة. أعتقد أنه حي ربنا يبارك في عمره وكثر من فارغة. هذا المعارج الشاب نفس قضية مثل دكتور العمري. قال لك أنا كنت ممارس وطبع على فكرة ما شاء الله يعني شوف الحلاة ولوين. أنت لازم كمريض تروح عندي المعالج ممكن عن طريق النت عن طريق التلفون. عن طريق الموجات التلفع ما في مشكلة ما يكون لها موجات طاقة الحكاية فأنت في قره وفي قارة عادي. وتبعث في النفوس طبعا هذه لا تبشيش عن طريق لها. هذا يبدو تروح عن طريق البروك المهم فقال أنا أي وكنت فعلا بتواصل مع سيدة وهي يعني شاعة بتحسن كبير وتدعي لي والجلسات متواصلة بعد اتواصل ثلاثة أربعة أشهر تخيل وكل جلسة سبعين إلى مائة دولار والله في الوزن. حظنا الله مع الوكيد المهم فقال ذات يوم الأيام أخذتني سنة من نوم كنت متعبا نمت في الموعد المضروب لجلسة العلاج وهي هناك جالس وتفكري طبعا جالس مسكينة وبتتلقى الطاقة. وقال بظل جالسي في الموعد هو هو بظل وفعل هذا تلك الساعة بالذات نام مسكين. لما قام راح الموعد راح كذا. طيب قالت الحمد لله اليوم بالذات شعرت شعور ممتاز الجلسة اليوم هائلة كانت. قال لا ولا هيلة ولا بيلة قال لا أنا كنت نايم إيش كلا أنا كنت نايم. ووضح أننا أنا وياك يا مقد وعين شوف إنسان طيب بارك الله فيه هؤلاء الناس طيبين بريئين خطمة اليوم من أمثال هؤلاء. وعلى فكرة حتى لأمثال كبار الممكن يكون دجال عسى الله ينفعه إذا في شوية خير عسى أنه يتحرك. وأنا بقول له أنت بتعلم حفسك أكثر ما يعرفك أنا ويعرفك إيش المخدعون بك. أنا سأقول لك وأنا أخوك وأحب لك لخير أقسم بالله العظيم سيكون كل فلس حصلته بهذه الطريق لعنة عليك في الدنيا والآخرة. أقسم بالله وأنا أعلم بالرسول الله سوف تندم على كل فلس أخذتهم الناس بهذه الطريقة. ما هكذا تكون الثروة ما هكذا يؤتى بالمال ما هكذا يمكن أن تعطي الرزق. إيه لأولادك إيه وأهلك إياك إياك. لو بقي عندك بقي من إيمان بالله أما إذا إيش وربت على عقلك وعلى رجدك وسعندك إيمان بالطاقة وبالبرانة وبالإله المطلق هذا اللي هو إيه مالوش صفاته مالوش أسماء الكلام الفارغ يعني هو أنت وهو أنت أنت نفسك جزء منه هو جزء منك. أنت بتكون انتهيت بس إذا بقي لذيك بقية عقل وإيمان بالله الواحد الأحد اللي قائم على كل نفس بما كسبت لا إله إلا هو أنا بقول لك إن لم تتب وتعوض وتعيد الأموال تتصر فيها بأي طريقة ترضي الله. الله بده يطلع هذا منك إنت ويمكن كمان للأسف من أولادك من أبنائك وبناتك ولسه عذاب الآخرة أشد وأبقى وأخزه والعياذ بالله اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أولادكم والله العظيم الإنسان الواعي العاقل الصادق قسما بالله ما مستعد يأخذ أموال الدنيا كلها في المقابل إيش يصاب واحد من أولاده بالعمى أو الصمام أو الكساح. مش يموت كمان.